هلا حبايبي اتمنى الكل يكون بخير اليوم راح نعمل توقعات برج التور الحياة المالية وكمان العاطفية والصحية يعني كل شي بيخص برج التور بحبكم حبايبي مرحبا بكم الناس الجدد بالقدامى في قناتي بحبكم حبايبي كتير هلا انبلش القراءة لبرج التور ويعني اللي جديد معاه في القناتي اشترك واللي يعني اللي تابعني من زمان يعمل لايك كمان يعني اللي برج التور يبعت له هاد هاي دي القراءة برج التور اوكي حبايبي راح نخلط الورق كمانت للقراءة برج التور هاي دي قد قد قلOrك في قد 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 قمت برج التور اول شي رح ااخد طاقتكم احوالك يعني في المال اوكي حبيب رح نشوف اول شي يعني العاطف رح نشوف العاطف اوكي 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 يا حبيب اوكي اوكي اخد كمان التوضيحات اول شي رح ناخد طاقت طاقت برج التور عم حس كأنك انت في هالفترة يعني كأنك عم تراقب شخصنا عم يعني عم تراقب ومستني بدك كمان فتاقتك بدك تترك الماضي وراك وتروح فهمت علي بدك تترك الماضي وتروح يعني تشوف الامام كمان مستني عرض ممكن عم تستنى انت فتاقتك ممكن انت عم تستنى عرض عرض من عرض من عرض من شي انسان او انت رح تقبل معا عم تشوفك كمان كأنك انت عم تتحصر على الماضي اللي راح اتجب علي وبذا فتحاولتم وازني امورك يعني عم اغني عم تشكي يعني مش مست شكي يعني عم اه عم تحاولت وازن اموراك يعني عم تتذكّلي عن الاشياء اللي transplant الاشياء اللي راحت. اه. هذا كمان بكرت برج العقرب. اه. وعم تستنى يعني عم تتحسر على الماضي وبتحاول توازن. توازن امور. اوكي حبيبي. عم شوف كمان عندك كارمة. ممكن. يعني حسب. او شوف اذا كانت كارمة سيئة او رحشة. اوكي حبيبي. اه. راح نشوف. اوكي. 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 اوكي اوكي. بصلاحة نشوف يعني كي انكم هالكرمة يعني عدت عليكم. وانهدم شي شي انهدم يعني شي انهدم في حياتكم. اه. وانتو هلأ يعني. بتحتاجوا او انكم بتحاولوا ترتاحوا. مع ذاتكم يعني تجلسوا معروف مع ذاتكم وتحسبوا كل شيء يعني عدة وهلاء وشو رح اعمل يعني شو رح احمل من هنال مستقبل يعني هيك فهمتوا عليها بايبي عم شوف كأنك رح يجيك عرض او انت بدك تقدم عرض لانسان ما يعني بتشوفوا بصراحة الانسان ما بتشوفوا كأنه نصفك الثاني فهمتوا علي بشوفك يعني بدك ترجع او بدك يعني تقدم عرض وبشوفك كمان يعني بص يعني بشوفك كمان بتراقب شخصنا او انت بتراقب شخصنا آآ اعم بشوفك كل الصراعات والجروح اللي كانت ورا دهرك بدك تتركها وتروح بصراحة بشوفك يعني في الطاقة الحالي يعني حامل هموم فوق طاقتك يعني ما لك مرتاح بحسك بحسك كأنك ملك مرتاح وقلبك مكسور 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 بس رح توضح لك شمس واح تشوف للامام واح تشوف للامام وبشوف كأنه هالشخص اللي جرحت ممكن يكون البرج الجوزاء او انك يعني بتشوف ماذا تلع انه نقرت البرج الجوزاء هكي يا حبيبي آآ آآ يعني عم شوفك انت عقاعد تستنى وشايل هموم فوق طاقتك رح شوف هل المرق وهي المرق يعني بالضيقة اه بصراحة عم شوف يعني بصراحة عم شوف يعني فيه تواصل فيه تواصل زي كنتم يعني متفارقين وبنك تواصل ممكن انت غد تواصله اللي هو رح يتواصل معك وبشوفك في الاخر رح تحقق الساعدة مع هالانسان يعني اللي في بالك نشو على الحبادي رح نشوف المرتبطين شو اخبار المرتبطين بصراحة عمشوف المرتبطين يعني رغم انك هفتحت القراءة المرتبطين سيجيك عرض بس انت ما بدك يا انت بس بدك حبيبك يعني او حبيبتك عمشوف بصراحة حبيبي عمشوف يعني انتو ايجاكم عرض للمرتبطين بس انتو رفضينو هالعرض اوكي حبابي فهمتوا علي يعني عمشوف يعني اا بصراحة اللي في هالعلاقة يعني بتفكروا تسركوه وتروحو بس مو من شن علاقة تاني عمشوفكم انكم انتم تعبانين نفسيا تعبانين مع هالشخص ممكن كمان قراءة تكون عكسية حبيبكم اللي بده يفل ويترك العلاقة فانتو عليه حبيبي اوكي هلأ رح نروح للحياة العمالية اوكي حبيبي اوكي حبيبي هلأ رح نشوف الحياة اللي براوت حبيبي اوكي اوكي حبيبي اوكي شك sea اشتركوا في القناة 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 نحن نروح للسحر وشو اوكي حبيبي صحتكم هاي ممكن في القراءة بتاعتكم هاي رابع او ثالث ما يعني ثالث مرة نطلع هاي الورقة. عم حسكم كأنكم لازم لازم انه هذا القراءة يعني لازم تتصدقوا. انجوا علي حاولوا تتصدقوا حبيبي. لانه لما تتصدقوا راح توصلوا لايشي يعني ايشي بدكم يعني. عمتوا عليه حبيبي. اخلي على الورقة. لان وقعت موه ما هي مرة يعني ما هي مرة ما هي لازم يعني. يعني بدها تتوصل وتتوصلنا معلومة. يعني بشوفكم لازم تتصدقوا حبيبي. وكي. اخلي هالوقت. اخلي بشوفكم الوقت. اخلي بشوفكم الوقت. اخلي بشوفكم الوقت. بصراحة مشوفة يعني صحتكم يعني مافيشي يعني بيخوف من ناحية الصحة فهمتوا على حبيبي يعني مافيشي بيخوف بس انكم يعني بتفكروا كتير من جواتكم معكم يعني فرحانين مستعدة اللي بتبينوها بتعيشوها فهمتوا علي كمان عندك تعلق 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 بشخصنا تعلق جسدي بدك تتواصل مع هذا الانسان بدك ممكن بدك تقدم له عرض بس انت بطيء القراءة ممكن تكون عكسي يعني بشوف بحشوف هذا الانسان قراءة ممكن يكون مقابره هواي مثل الجوزاء الميزان اه جوزاء ميزان مين كمان حبيبي من برج اه الهواي اه جوزاء ميزان بتراحة يعني نطمن دماغي ما تذكرتو ثلاث برج هواي اه اتضلوا 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 حبيبي اتضفى يعني اتضلوا نطمن دماغي ما تذكرتو اتضفى حبيبي نلترى يعني قريبا قراءة مرحلة حذن اتضفى خطفى يمبرون جسدي اعني قريبا مع شخص اهوائي اتضلوا تماما حبيبي اتضغوا نفسيتكم اللي تعبنون نباشتو ممكن يكونوا بتبكوا بالليل اتضلوا خطفى تخرج من هذه المرحلة. مرحلة الحزن. وفي شي بديني محرز ان نحن نزعل عليه. ولا دقيقة. فهمتوا عليه حبيبت? اه اوكي. اوكي هلأ راح نكمل. ومششوف كمان شو راح يطلع لنا. هنا راح يعني ابراج ناري. اه طاقة ناري. برج الميزان. اه طاقة هوائية. برج السرطان. اه برج الجدي. اه كمان. ميزان. قلنا برج الميزان. هاي الابراج. طاقة الترابية كمان حبيبي. اوكي. اه. راح اخد لكم كمان نصيحة. كتير. نصيحة. نصيحة. يجب ان تخرجوا من هذا الزعب الذي يزعلكم اذهبوا وصالحوا عندما تصالحوا هذا الانسان لا تنتظروا على الماضي ولا تنتظروا تراقبوا هذا الشكل عندما تفعلوا هذه الأشياء ستخرجوا من هذه الطاقة الاكتئاب سوف تصلوا للفرحة يعني تقول لكم تقوموا صريحين لكي تخرجوا من هذه الطاقة الزعب اوكي حبيبي هلا قرأتنا خلصة بحبكم كثير واللي جديد في القناة تشترك ويتغضى على زر الاعجاب بحبكم حبيبي كثير و احبكم وبشوفكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة